مع تصارع الأحداث الميدانية في الشمال السوري في أكثر من محور لا تخفي تركيا رغبتها الجامحة في حسم المعركة سريعا وبأقل الخسائر مع انتشار الجيش السوري في المدن الحدودية بعد الاتفاق مع قصد وهي خطوة يستبعد الرئيس التركي أن تؤدي إلى مشكلة في عين العرب كوباني لكن أردوغان يشدد على تنفيذ خطة بلاده بخصوص منبيج حتى الآن لا توجد مشكلة في السياسة الإيجابية لروسيا فيما يتعلق بعين العرب كوباني لكن بالنسبة إلى مدينة منبيج فنحن في إطار تنفيذ خطتنا الخاصة بنا وإذا انسحب المسلحون من هذه المدينة فسيدخلها سكانها الأصليون دخول الجيش السوري على خط الأزمة بين تركيا وقوات قصد زاد مخاوف البعض من اندلاع اشتباكات قد تتحول إلى حرب بين الدولتين التركية والسورية وهو أمر سيفاقم في رأيهم الوضع ويؤدي إلى نتائج كارثية في المقابل رأى آخرون أن المهم هو إبعاد الخطر عن الحدود أستبعد وقوع اشتباك بين الجيشين التركي والسوري إذا منتشر الأخير في مناطق حدودية في الوقت الحاضر هناك مطلب تركي وهو إبعاد الخطر عن الحدود وإذا ضمين التركي هذا المطلب من خلال وجود الجيش السوري فلا أتصور أن يمثل ذلك أزمة بين البلدين وزارة الدفاع التركية التي تتحدث عن سير المعركة لمصلحة قواتها تؤكد الاستمرار فيها رغم كل الانتقادات وبحسب وزير الدفاع التركي فإن المعركة هي من أجل حماية وحدة سوريا وليس هناك طمع في أراضيها تتزايد الأصوات السياسية في الداخل التركي المطالبة بضرورة الحوار مع الدولة السورية والاتصال بها لإزالة المخاطر الأمنية التي تتعرض لها تركيا من الحدود السورية فهل يصبح الانتشار السوري الرسمي قرب حدود تركيا بداية التماسي الرسمي يعيد فتح القنوات بين الدولتين محمود واسق اسطنبول الميادين